الحكومة وزارة الاتصالات هيئة الإعلام والاتصالات عدها حشي قوي كلش قوي وهي شركات الاتصالات اللي موجودة بالعراق وخلي نشوف شراح يسونه طر إلى أني أنا أرفع في قضية أرفع في الدعوة يابا هسه أنتون مو مشكلة خلي نحكي ياكم من سولف باعتبار هذا جزء من حقوقنا كمواطنين ورفعوا قضية ليش لا حتى تحصلون على مستحقاتكم اللي موجودة على شركات الاتصال وانتم دازين أكثر من كتاب هذا كتاب العدد 2R خط من تيتي واحد هم خط من تيتي 183 في 15 داعش 2020 قبل 18 وهذا ما أجه من فراغ هذا صوت على يمن أعظام مجلس النواب بش وقت بـ 12 داعش 2020 يا بشير يدون يقولون إذا ما دفعوا شركات الاتصالات من المستحقات والديون العليهم راح نوقف الطيف الترددي هنا شركات اش سوت قامت ترجف وتقطق وتخاف ايه ما دفعت ولا أنطت ولا سلمت ولا فلس يابا زين بعدين اش قالوا خليني رفده بكتاب ثاني وهذا الكتاب الثاني خليني شوف يا عيني انتم شنو هذا الكتاب هذا الكتاب العدد 2R خط من تيتي كله R خط من تيتي وين 184 هم بخ 15 داعش 2020 هذا الكتاب شي يقول يقول يابا قررنا احنا اعضاء المجلس التنفيذي وين بحقيقة الاعلام والاعتصالات شنسوي ان نوقف التردد الطيفي من الشركات الاتصال لا هذا الكتاب انه قررت محكمة الاستئناف اللي موجودة بالكر بكتابها المرقم 1918 خط من تيتي باء في 2020 وهم بخ 15 داعش 2020 انه تبطل القرار مرمى المجلس الامناء اللي جدد او التراخيص لمدة خمس سنوات لشركات النقال خوشحتي يعبى هالسحنة كلش خوشحتي بس والله هالعظيم شف علم الياصك وتعداكم مرة ثانية استحملناك واجد ولا والله لا عكس ببعب وادخل وقالت سكتنك هي اوه كتاب لاخ هم درزو عفيا كتب بش قدد درزو ما تتعقول وهذا الكتاب الثالث هذا الكتاب شي يقول هم خلي نشوفه شي يقول الكتاب اثنين ار خط من تتي اه عشر تالاف وخمسمية وخمسة وعشرين فيه قمسة عشر داعش عشرين عشرين يا بل هي العمل الضرائب قسم كبار الموظفين يعني مو صغار الموظفين كبار الموظفين شي يريدون منه هذا الكتاب حتى تحصلون الديون اللي موجودة بذمة شركات النقال اسيا سيالو كورك والأثير زين انطوكم لا سلموكم لا وحددوا لهم فقرة ومدة حتى يسلموها طبعا هنا الشركات ما شاء الله سمعت الخبر وتأثرت كلش واستقبلت هذا الخبر بهالطريقة أدري حكومة ما عدكم سلطة على هذه الشركات اللي جاي تبوقوا تنهب البلد سين جاي يستقون عجيب أمركم يعني المفروض تتخذون قرار المفروض يصير عدكم هيبة تفرضون السلطة على هذه الشركات تقولون تعالوا خلينوا تحاسبوا ياكم مو يبوقون بهالبلد خمس مليارات يا ملاعين لكم والحد هل سمهم سددين الديون وجايين على الموظف يوم تستقطعون ويوم ما كو والله المفروض منكم بس احنا المفروض نتكاتف ونقاطع كل شركات الاتصال والمفروض منكم حكومة تسوون شركة الاتصال وطنية مو هي تحتي على أقل الفلوس إلك ترجع مو تنطيها للهيبية اللي باقيين حقوق الشعب بمن بالكارتات كارتة تخلي منها ينباق منها بس شنسوي هذي الكتب هم بعد كم يوم هم ننطونا كم كتاب والكتب هاي تدري وش راح سسوي لها الكتب راح اقولكم وش راح سسوي لها راح نقحها واشرب ميها لأن الظاهر كل شما راح يصير راح يبقى الوضع حيتي شركات الاتصالات تنهب بالشعب العراقي ولا الحكومة إلها دخل